لقيا نحو 18 مسلحا حوثيا مصرعهم بينهم قياديان إثرى هجوم واسعا شنته قوات ألوية العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة على مواقع جبلية واصلة بين مديريتي بيحان في شبوة ومديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب وقالت مصادر عسكرية إن قوات العمالقة ودفاع شبوة تمكنت من إفشال هجوم شنته الماليشة الحوثية ذراع إيران في اليمن صوب مواقعها في الساعات المساء من ليلة السبت موضحة إن القوات الجنوبية ردت على الهجوم بشن عملية واسعة ضد المواقع العسكرية التابعة للماليشة الحوثية المحاذية لمديرية بيحان حريب وتمكنت القوات من اقتحام السلسة الجبلية في المنطقة الحدودية بين المديريتين وكذا السيطرة على أحد التباب التي كانت تستخدمها الماليشة الحوثية لإطلاق القذاء في صوب المناطق المحررة في شبوة ترجمة نانسي قنقر